إذن مشاهدينا الكرام استمر معكم في برنامج حديث النساء بتأكيد هذه دعوة لزيارة منشد الشارقة والاستمتاع بهذه الأجواء الإنشادية الجميلة والتي تضم أصوات مميزة وعذبة وكذلك إن شاء الله تكون تجربة مميزة ودائما عودتنا إمارة الشارقة وعودتنا أيضا في ضمن برنامج منشد الشارقة وهذه الأصوات المميزة في النسخ السابقة تقدم هذه الأصوات العذبة والنجاح المستمر إذن مشاهدينا الكرام ضمن أجندة وبرامج المجالس الأدبية نظمت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية بوادي الحلو أصبوحة شعرية بحضور نخبة من المثقفين والمهتمين بالشعر والأدب تفاصيل في التقرير العتي نظمت إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية بوادي الحلو أصبوحة شعرية مميزة ضمن أجندة ورامج المجالس الأدبية في المنطقة الشرقية تضمنت قراءات شعرية واستضافت فيها الشاعر عتيق خلفان الكعبي بحضور محمد صالح السويجي مدير المنطقة الشرقية لدائرة الثقافة ونخبة من المثقفين والمهتمين بالشعر والأدب وعدد من أهالي المنطقة كانت جالسة جميلة جداً ودائرة الثقافة بالشارجة عودتنا وعودت كافة شعراء والأدباء على هذه الفعاليات على مدار العام والحمد لله كانت صبوحة جميلة جداً بحضور أهالي المنطقة وعلقنا قصائد وطنية في البداية وقصيدة في منطقة وادي الحلو ما شاء الله بالتطور اللي حاصل فيها اللي يرجع لصاحب السمو الشيخ السلطان بن محمد القاسم يحضر المئيس الأعلى حاكم الشارجة الله يحفظه ويدوه ما شاء الله والحمد لله كانت صبوحة جميلة جداً في بداية الجلسة الشارع الإعلامي عمر أحمد إلى أن المجالس الشعرية يعد وجهة متميزة للشعر والشعراء ومنتدى يضم ويجمع محبي الأدب والشعر الشعبي من كل مكان وأعرب الشارع التي خلفان الكعب عن سعادته وشكره بالمشاركة بالجلسة الشعرية وللدور الكبير الذي تبذله إمارة الشارقة في الثقافة والاهتمام الكبير بالشعر والشعراء الهدف من هذه القراءات هي تنمية الشعر النبطي بالنسبة لكافة الأجيال وبالذات الأجيال التي هي الصغيرة جذبها تنمية وصق المهارات في كتابة وإلقاء الشعر هذا إلى جانب اندماجهم في المجالس الأدبية وما تحويه المجالس الأدبية من برامج أدبية ثقافية شعرية قراءات شعرية جميع هذه الفعاليات الأدبية والثقافية تهتم وتصب في قالب ثقافي وأدبي يهتم وتركز على الجيل الواعي الجيل المثقف الجيل المبدع الجيل المتمرس في الكتابات الشعرية والذي يميل إلى الاهتمامات الأدبية كان الجمهور جميل من أهالي منطقة وادي الحلو هذا إلى جانب من متذوقي الشعر الذين شاركونا هذه القراءات الشعرية في هذا الصباح الجميل في مجلس وادي منطقة وادي الحلو استهل المهير الجلسة بقصيدة أهداها لمنطقة وادي الحلو إضافة إلى القصائد الغزلية المتنوعة وفي ختام الجلسة كرم الشاعر بمنحه شهادة تكريمية تقديرا لمشاركته الفاعلة في الجلسة الشعرية أعود لكم مشاهديا الكرام بعد هذا التقرير المستمر معكم في برنامج حديث المساء مشاهدينا دائما ما تسعى الأندية المحلية في إمارة الشرقة إلى تحقيق عدد من المنجزات المشرفة عبر مشاركتهم المحلية التي يحصون عبرها عددا من المراكز الأولى وحقق نادي اتحاد كلباء الفوز بكأس سوبر في كرة قدم الصلاة الحديث أكثر عن هذا الإنجاز سعدني اليوم ورحب معكم أحمد عبدالله صرحان قائد فريق كرة قدم الصلاة بنادي اتحاد كلباء و أيضا فهد موسى الكيسري لاعب فريق كرة قدم الصلاة حياكم الله أخو يحمي الله أحمد حليك شكرا بداية ثم بارك لكم هذا الإنجاز الله يبارك وبالتأكيد هي إنجازات مشرفة تقدم من قبلكم في نادي اتحاد كلباء فتحدث عن شعور الفرحة و الفوز والله الشعور لا يوصف نحن نفرح مدينة بأكملها ما هذا شعور أول شيء أحب أشكر سيدي صاحب القلب الكبير الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على دعمه لجميع الدوائر الحكومية و المؤسسات في إمارة الشارجة و من ضمنهم نادي اتحاد كلباء و أحب أشكر جمهور نادي اتحاد كلباء و أيضا إدارة نادي اتحاد كلباء على وقفتهم مع الفريق نعم طيب فهد اليوم يعني أنت كونك لاعب في الفريق كيف كان الفوز بالنسبة لكم أو فرحة الفوز والله الفرحة الصراحة ما قدر أوصفها لك يعني بكل أمانة يعني نحن كنا نترى صفارة الحكم يعني بعد صفارة الحكم يعني حتى للدرجة يعني أنا بعد المبارا يعني قالوا لي فهد أنت كنت الصيح أنا ما كنت أذكرني أنا صيح يعني صدق دموع دموة يعني يعني لبطولة كنا نحن محتاجينها أول مرة في حياتي أنا كنت أشوفها فهد يبكي أول مرة في حياتي يعني شعور الفوز والفرحة والتعب كذلك نعم يعني أنا جمهور يعني نحن حاطين ببانا الحمان يبان رد الجمهور وإيدها فاضي يعني صارنا السنة اللي طافت كاس الاتحاد طبعا تهنا ولعبنا مع أخور فكان وخسرنا في النهائي نعم فهالنهائي يعني كنا خلاص ما نباهم يرجعون زعلاني نفس الموسم اللي طاف حاسبة يعني فرحة فرحة يعني خاصة يعني الجميع فرحة الجميع نزل فحيح الإدارة كلها يول ملعب الجمهور كلها نزل الملعب يحتفل مع الفريق حتى موقع التواصل الاجتماعي يعني وقتها كان من شاء الله الفرحة يعني على مستوى المدينة صحيح نعم طيب اليوم يعني كإداري في الفريق وأنت أيضا يعني في هذا الفريق كيف ترون اليوم التذيبات كذلك اللي أقيمت والله استعداداتنا كانت الفريق جدا استعدنا احنا في شهر ثمانية قمنا بمعسكر خارجي في صربية ولعبنا أربع مباريات وفزنا فيه ثلاث مباريات والمبارار الأخيرة خسرنا من فريق قوي نعم اللي هو فريق وصل تقريبا في أدوار متقدمة في دوري أبطال أوروبا وصح أنه خسرنا منه لكن لعبنا مباراة كبيرة معه فعلا ورجعنا هني الإمارات جاس الفريق درب في أول الموسم تقريبا أن الدرب هذا طول مع الفريق يمكن شهر ونصف يعني فترة طويلة صحيح طبعا ولازم يكون فيه تغيير ويغفر على الفريق لازم يكون فيه تغيير ويزاهم الله خير يعني الإدارة المواقتة حاليا برئاسة المستشار عمر حسن بن حنيفة نعم تأخذ قرار جدا صعب في وقت جدا صعب اللي هو تغيير المدارب والبطولة هذه مرحلة حساسة تكون صحيح مرحلة حساسة والبطولة ما بقي لها إلا أسبوعين وتغير مدرب الفريق محتاج استعدادات من أول وديد صحيح عسان نتماشى مع فكر المدرب خاصة نفسية الفريق يعني خاصة شهر شهر ونص تقريبا الدوري ست أول ست مباريات كل خسائر يعني خاصة نفسية الفريق ونفسية اللاعبية كلها دون فعلا يعني الحمد لله فالأسبوعين يعني قدرنا يعني أول شي نتطور من نفسية اللاعب طبعا أهم شيء أهم خطوة أهم خطوة يعني نفسية اللاعب يعني حتى قمنا نطلع برع يعني نتيمع مثلا برع برع نادي عادي نحن كربعه هانا نتيمع برع نسوي عشا نسوي غدا فيعني هالشي يعني شوي حسن من نفسية اللاعب طبعا والحمد لله فالأسبوعين يعني قدرنا يعني قدموا تقول اللم النفسي أكثر وكثر وهالشي بيّن في اللمبارتين الحمد لله يعني وتوفقنا ويبن البطولة والحمد لله فهذا اليوم يعني مثل ما ذلك أخي يحمد أن تغيير المدرب كذلك يكون له تأثير فكيف تتجاوبون مع المدرب كيف تتقبلون يعني آراء المدرب وتوجيهات ونصائحة خاصة أنتوا تعودتوا على مدرب معين والله شوف هالشي ترى صعب أنت يعني شوف أهم شيء خاصة في الصالات استقرار استقرار أهم شيء الاستقرار لازم تستقرع مدرب على الأقل سنتين ثلاثة سنين لأن الصالات شوي بعيدة عن كرة القدم يبالها سيستم يبالها تحركات يبالها أشياء وايدة تحفظها فالحمد الله يعني هذا المدرب يعني أنا خلال سبعين والحمد الله قدر شوي يطور من اللعيبة فيه تكتيكات معينة فيه أشياء يسويها في الملعب يعني قدر يمشي المنظومة شوي للمكان الصحيح والحمد الله مشينا ويمتوافقين ويمتوافقين الحمد لله الحمد لله استعداداتكم كيف كانت خاصة في المعسكرات التي أقيمت فكيف تكون استعدادات في هذه الأفناء والله استعداداتنا الصراحة كبداية موسم كان الاستعداد ويد وكي يعني حتى الحمد لله يعني لأن النتائج التي في المعسكر كانت ويد إيجابية خاصة يعني عبنوية فرقة و برع خاصة يعني أنت تلعب كتلتحم مع فريق قوي أنت تستفيد أكثر تستفيد أكثر وخبرك أكثر لكل لعيبة يعني والحمد لله الاستعداد كان ويد وكي حتى الحمد لله يعني اللي داره كل أمانا ما كانت مقصة نهائيا مع الفريق كانت موجودة يوميا مع الفريق جميل أحمد مثل ما ذكر فهد أن الموسم الماضي لا حالفكم الحظ في الفوز لكن هذه الموسم كانت الجهود كبيرة كيف فتات الضغط الذي مر فيها الفريق والله يشوف نحن تعلمنا من الموسم اللطاف تعلمنا والحمد لله غيرنا في هذا الموسم وصلنا النهائي من خلال النهائي صارنا سيناريو نفس السنة التي طافت السنة التي طافت كنا متقدمين في المباراة ورجعوا قلبوها علينا المباراة كنا متقدمين 2-0 وردينا غالبونا 3-0 وهذه المباراة نفس الشيء كنا فائزين في المباراة وتعادلوا معنا ورجعنا تعادلنا وتقريبا بعدين ردوا يابوا علينا القول الثالث تقدموا علينا وفي آخر الوقت يابوا علينا يبنا التعادل يمكننا آخر ثلاث دقائق أو دقائقين تقريبا يعني شفنا سيناريو طبعا كان سيناريو متعبة نحن كلاعيبة كنا وائد مطوطين خاصة تتعرف ديربي أخوار فكان طبعا هم أخواننا وحبائبنا أكيد أكيد بس الديربي غير طبعا منافستكم مختلفة نعم خاصة نحن لعيبة وائد كانوا مطوطين مطوطين من الجمهور من الإدارة منها الحمد لله قدرنا على هذه الضغوطاتي بالبطولة بالنهاية ترى فرحة البطولة غير طبعا خاصة لما الجمهور يفرح معاك في هذه البطولة طيب أحمد اليوم يعني نتكلم أيضا عن الجانب الإداري كيف كان دور الإدارة والمجلس معاكم في هذه البطولة ومساندتكم والله ما قصرون معانا في كل شيء ووفروننا كل مقومات اللي الفريق ينجح فيها دعموا الفريق بلعبة أجانب يابعونا لعبين مواطنين إضافوهم للفريق لعبين من لعبة الخبرة القدامة وهذا كان يعني دافع دافع قوي للفريق بالتأكيد نعم طيب فهد اليوم يعني إذا تكلمنا عن المعسكرات الخارجية وأهميتها وفايدتها على اللاعب نفسه والله شوف المعسكرات الخارجين أشوفها وايد تنفع للفريق خاصة أن الفريق يصير برع يعتمد على جدول خلاص يحط البال أنا معسكر نشيتي الصبح و نشيتي ضاي يعني عندي تمرينين في اليوم ما عنده شيء يسوي يعني صحيح ما عنده ألا تمرين يعني خاصة إذا أهني أهني دوامات و نص اللعبة يدامون فهذا موجود هذا موجود أما المعسكر لا يخلينا كلنا قروب واحد تابعيني صبح و عصر يعني حتى نحن نستفيد يعني وايد يعني بالاحتكاك مع الفرق الثاني أنت تستفيد وايد يعني تلعب بها فرق قوية يعني أنت وايد تستفيد صحيح فعلا والحمد لله قدرنا نستفيد يعني من شيء وايد يعني المعسكر أنا أشوفه يعني وايد مهم وايد وايد مهم طيب المهم في المباريات دائما يقولون أن الفريق يكون أسرة واحدة فكيف كنتوا أنتوا في هذه اللحظات والله شوف البطولة اللي بناها بكل أماني يعني كنا أول شيء مش بس اللعيبة أول شيء اللي دارة اللي دارة عقلب واحد عقب يوك المدربين عقلب واحد عقب اللعيبة عقلب واحد يعني والله بتشوف محد يقدر يواقف يعني بكل أماني يعني هيكل فترة يعني كلهم كانوا عقلب واحد يعني حتى أنا في التمارين حتى أنا في التسخين في المبارانة أشوف يعني أشوف أيها ربيع عرف أنها عرف أنها بنفوز عرف أنها بنفوز م شاء الله يعني هذا الشيء بين في ربيع حتى و أنا في التمرين أحس أنها بتعبان أقول لي لأ شدها إليك يعني أشوف أيها أعرفها خلاص فأقول لك يعني قلب واحد خلاص أسره وحده سرت نعم هذا الشيء يعني لو هي كيف فريق يعني الناس ما تشوفهم تحيب ما شاء الله حين منتخب المغرب صحيح ما شاء الله عليهم أرىهم في الملعب أسرة وحدة وقلب واحد أرى ما يوصل طبعا بالفعل اليوم إذا كانت الفرق كلها على قلب واحد وإيد واحدة توصل حتى إلى ما كنت أنت ما تتوقع إلى أبعد من ذلك طيب أحمد نتحدث اليوم كذلك عن وجود الفريق اليوم في التمارين وكذلك التدريبات التي قدمت فنوعية التدريبات والتمارين التي قدمها الفريق والله تمارين كرة قدم الصلاة تختلف تماما عن تمارين اللي هو العشب تمارينها رتم عالي تكتيك يختلف تعتمد على القوة تعتمد على قوة بدنية أو ملعب كرة الصلاة يعني مختلف عن العشب يعني الأرضية صلبة فمحتاج تقوية بدنية قبل قبل كل شيء جميل طيب فهد الاستعدادات اللي استعدتوها أنتوا كلاعبة كيف كانت؟ والله الاستعدادات واحد صراحة قصة قبل البطولة قبل البطولة والمعسكر الخارجي قام واستعدادا للبطولة هذه والله شوف قبل البطولة بكل أمانا يعني نحن من تأهلنا النهائي يعني نحن لعبنا دور الأربعة نحنينا دور الأربعة يعني مستعدين يعني خلاص هذا فاينل دور الأربعة بروحها فاينل فالحمد لله فازنا وتوفق أنا وصلنا للفايل يعني بكل أموان يعني أنا متأكد يعني أكثر ربع اللي في الفريق قبل المباراة بيوم مليون بالمئة ما حد يا أركات يعني نهاي طبعا نهاي لازم تحسب لألف حساب خاصة يعني أنت تفكر ضوطات وايدة الجمهور يعني جمهور بيك وهذا أنا ما بغير دها فأقول لك يعني الحمد لله من حيث الاستعداد والتمارين يعني حتى الشباب يعني اللعيبة في التمارين يعني تشوفهم غير نفسيتهم غير روحهم في الفريق غير وهذا أهم شيء الروح الروح كنا الحمد لله مستعدين لنهاي أكبر استعداد الحمد لله يعني حتى نحن كنا متقدمين اثنين صفر يعني كنا قادرين للأكثر بس سبحان الله ما سجلنا ما توفقنا و من قلبة النتيجة بس في النهاية الحمد لله يعني ربك وفقنا وفزنا بالبطولة الحمد لله هذه البطولة تعطيكم دافع للقادم نعم تعطينا وايد أول شيء تخليك واثق من عمرك يعني أنت قادر على كل بطولة يعني هذه البطولة بكل أمان يعني كان معنا كان عنا درب شهر ونص أسبوعين سعدينا لها والحمد لله يبناها يعني فهالشي يعطيك دافع للأجدام أكثر وكثر يعطيك ثقة في نفسك أنت قادر يعني يعطيك اللعب تقب عمرك أنت قادر ليش ما تعطي عادي لعبنا مع الأبطال مع الشارجة ومع أخر فكان هذه الأبطال يعتبروا فيه كرة قدم الصلاة بالحمد لله قدرنا عليهم يعني عدنا ثقة بنفسنا أننا قادرين على أي حد كيف كسبتكم هذه البطولة هذه الثقة يعني كيف كان دور هذه البطولة في أن الفريق يستعد هذه أو يستعيد هذه الثقة في أن يقدم الأفضل في القادم والله بيّن كله في نفسيات اللاعبين تغيرت قدراتهم قدراتهم يعني كل واحد اكتشف يعني ثقتهم بنفسهم ثقته بنفسه صارت أكثر وعلى نعم طيب فهد يعني إذا ما تحدثنا أيضا عن الجانب الآخر الجانب الأسري بتأكيد اللاعب في هذه الأثناء مثل ما ذكرتنا في اليوم ما حد نام فأيضا يمارس ضغوطات حتى على مستوى الأسرة فكيف تكونون في هذه اللحظات والله فاي اللحظة عادنا الحمد لله أنا مززوجة عندي عيال يعني عندي بنت عمرها تسع سنين اللي هي سلامة طبعا كلها يعني سلامة شوف من عرفت أننا منلعب نحن ويا خور فكان يعني من السنة اللي طافت هيات اللمبارة وخسر فيعني قالت لي بابا لا تلعبوا يا الفريق قلت لها ليش كانت قولي لا لا تلعبوا لأن السنة اللي طافت خسرتوا منهم قلتهم لأ هالسنة نحموا نفوز فالحمد لله يعني يات اللمبارة والحمد لله يعني توفقنا وفزنا يعني ضغوطات يعني وايت كانت ضغوطات بس الحمد لله يعني الحمد لله يعني حتى أنت عيالك يا ين اللمبارة يعني كيف تباهم يردوا البيت وزعلاني وزعلاني فعلا يعني شعور لا يوصف بالتأكيد يعني اليوم لما تحرز هذه البطولة وإيضا فرحة الجماهير مثل ما ذكرتنا اليوم لاحظناها أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي ما شاء الله اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الفرحة طيب يعني ما بعد الفوز ما هي كانت كلمات الثناء والشكر من قبل الإدارة والله شوف والله بكل أمانة يعني الإدارة ما قصرت أنا خاصة من الرئيس من أمين السر يعني خاصة بعد أمين السر يعني اللي هو بمحمد عبدالله حسين يعني دائما كامت واجد في التمرين إذا الله خير بشكل يومي يعني يوميا يكون هل الفريق فيه قصور هل فيه هذا يعني ما قصرنا هي خاصة بعد مدير الفريق اللي هو عبدالله سعيد النقبي السواح يعني هذا أخونا يعني فهمت كان لعب منه فينا وعارف كل صغيرة وكبيرة في الفريق جميل يعطيكم العافية فهد الله يحب و أحمد المشكورين ما قصرته على حضوركم ونبارك لكم هذا الفوز بالتأكيد إن شاء الله يعني كما عودتونا دائما على تحقيق هذه الإنجازات فهذا ليس بالغريب عليكم إذاك الله يعني كما العافية إذاك الله خير إذاك الله مشكور طبعا مشاهدينا الكرام إلى هنا نكون صلا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم يمكنكم متابعة هذه الحلقة عن طريق منصة وتطبيق مرايا التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من خلال تحميل التطبيق مجانا على الهواتف الذكية عن طريق الرمز الظاهر أسفل الشاشة أو عبر الموقع الإلكتروني أو على منصات أجهزة التلفاز الذكية على أمل لقاء بكم إن شاء الله في حلقة جديدة في الختام تقبلوا تحياتين محمد البلوشي وتحيات فريق العمل مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر